حدثنا سعيد بن منصور حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد قال حدثني محمد بن حمزة الأسلامي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على صرية فخرجت فيها فقال إن أخذتم فلانا فأحرقوه بالنار فلما وليت ناداني فقال إن أخذتموه فاقتلوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار دثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد يعني ابن سعد أن أبا الزناد قال أخبرني حنظلة بن علي عن حمزة بن عمر الأسلامي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ورهطا معه إلى رجل من عذرة فقال إن قدرتم على فلاء فأحرقوه بالنار فانطلقوا حتى إذا تواروا منه نداهم أو أرسل في أثرهم فردوهم ثم قال إن أنتم قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار فإنما يعذب بالنار رب النار قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا زياد أن أبا الزناد أخبره قال أخبرني حنظلة بن علي الأسلامي أن حمزة بن عمر الأسلامي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ورهطا معه صرية إلى رجل فذكر معناه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمر الأسلامي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال إن شئت صمت وإن شئت أفطرت قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمر الأسلامي أنه رأى رجلا على جمهل إن يتبع رحال الناس بمنا ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاهد والرجل يقول لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب قال قتادة فذكر لنا أن ذلك المنادي كان بلالا قال حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله وعلي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا أسامة بن زيد قال أخبرني محمد بن حمزة أنه سمع أباه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على ظهري كل بعير شيطان فإذا ركبتموها فسموا أن لها عز وجل ثم لا تقصروا عن حاجاتكم اشتركوا في القناة